حصدت مملكة البحرين ممثلة بوزارة المواصلات والاتصالات جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021 والتي شاركت فيها الوزارة بنظام النورس الإلكتروني لإصدار تصاريح الطائرات المشروع الفائز عن فئة البيئة الإلكترونية منذ بدي أول رحلة في الثامن والعشرين من يناير عام 2021 حقق مطار البحرين العديد من الإنجازات والجوائز المهمة التي تعكس عراقة تجربة مملكة البحرين في النهوض ودعم الطيران المدني منذ عشرينيات القرن العشرين ما جعل تجربة الطيران المدني في مملكة البحرين تسخر بما تحقق ومؤخرا فاز نظام النورس الإلكتروني لإصدار تصاريح الطائرات عن فئة البيئة الإلكترونية وذلك ضمن 1270 مشاركة عالمية حيث حصلت مملكة البحرين جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2021 التي تقام تحت مظلة الأمم المتحدة والاتحال الدولي للاتصالات أيضا اجتازت شركة خدمات مطار البحرين باس مع عير التدقيق الدوري لتجدد بذلك حصولها على شهادة الآيزو لأنظمة إدارة أمن المعلومات وهو الإنجاز الذي يعكس نجاح فريق باس للتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حماية معلومات الشركة كما ويشهد على دقة وموثوقية المعلومات وضمان خلوها من المخاطر عبر تقليل أثر الانتهاكات المحتملة تحسين تجربة السفر في المطارات هو من الأهداف التي سعت لها مؤسسات مملكة البحرين المعنية بقطاع الطيران المدني ودلالة على جولة المرافق والخدمات الاستثنائية حصل قاعة ذا بيرل قاعة الضيافة والاستقبال لشركات الطيران في مطار البحرين الدولي على تصنيف خمس نجوم من شركة سكايتراكس وهي هيئة التقييم العالمية التي تصدر قائمة سنوية بأفضل المطارات وشركات الطيران وقاعة الضيافة والاستقبال في العالم وبما أن المطار بيئة متكاملة وجزء لا يتجزأ من محيطه الجغرافي والبيئي تمكن مطار البحرين الدولي من الوفاء بجميع المتطلبات اللازمة للارتقاء إلى المستوى الثالث التحسين من برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات والذي يديره مجلس المطارات العالمي كما نال مطار البحرين الدولي جائزة المطارات الخضراء في اجتماع المجلس الدولي للمطارات في سنغافورا تقديرا لالتزامه بالاستدامة البيئية أيضا قرر مجلس منظمة طيران المدني الدولي إيكاو استمرار مملكة البحرين الحفاظ على إدارة الحركة فوق المياه الدولية امتدادا من حدود إقليم الإمارات حتى حدود إقليم الكويت لمعلومات طيران ما يدل على عراقة التجربة البحرينية في مجال طيران المدني